ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم تشهد علاقات مصر مع الدول الكبرى تطورات إيجابية على مختلف الأصعادة وتعد الصين من بين أهم القوى الكبرى التي ترتبط بمصر بعلاقات وفيقة وانتدت إلى مجالات مختلفة بدعم كبير من قيادتي البلدين حقبة جديدة ومتميزة من العلاقات الثنائية تشهدها مصر والصين خاصة في ضوء ما شهدت هذه العلاقات من تطور ودعم بتوجهات من الرئيس السيسي تطورات إيجابية في العلاقات وصلت لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي الذي وصل مسيرته في تعزيز وتعميق التعاون والتبادلات بين الصين ومصر والعالم العربي الزيرات المتبادلة بين بكين والقاهرة تعددت على جميع المستويات ففي عام 2014 قام الرئيس السيسي بزيارة إلى الصين تكللت بالنجاح في تطوير العلاقات لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتجل اهتمام القيادة السياسية في الدولتين بتطوير العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية حيث حرص الرئيس الصيني على دعوة الرئيس السيسي لحضور القمم الدولية التي استضافتها الصين انطلاقا من تقدير الصين للمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر وخلال زيارة الرئيس السيسي إلى الصين في سبتمبر 2015 بمناسبة احتفال الصين بعيد النصر الوطنية في الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية أثنى الرئيس الصيني على الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين القمة الثالثة التي جمعت بين الرئيس سين السيسي ونظيره الصيني عقدت في يناير 2016 وذلك خلال زيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر حيث حضر الرئيسان الاحتفالات المشتركة بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأعلن تدشين عام الثقافة الصينية في مصر وعام الثقافة المصرية في الصين قمة رابعة عقدت في هانتشو بناء على دعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2016 فمن خلالها الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعيدة وكانت القمة الخامسة في مطلع شهر سبتمبر 2017 تلبية لدعوة من الرئيس الصيني للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجية حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية الذي أقيم على المستوى الرئاسي على هامش قمة الدورة التاسعة لقمة مجموعة بريكس وفي سبتمبر 2018 جاءت الزيارة السادسة للرئيس السيسي للصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي وفي أبريل 2019 جاءت القمة السابعة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى بكين حيث نظمت الصين الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في العاصمة بكين بمشاركة الرئيس السيسي وفي ظل الوباء الذي اكتاح العالم سارعت نصر إلى إرسال المساعدات الطبية وعبرت عن مساندة الصين ودعمها في مواجهة هذه الجائحة وعلى إثر ذلك لم تنس الصين دعم مصر لها في بداية الجائحة فسارعت بإرسال عدد من الشحنات من المساعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا في إطار التعاون بين البلدين